اخواني المشاهدين السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد والذي سيكون خاصا بسمكة الرايا سمكة الرايا وباللغة العربية تسمى سمك الراي وهي من الاسمك الوضروفية واذا تصير بسمك القشر وكتصنف الى عدة انواع وهي كتعيش في المياه الضحلة الرملية في المناخ المعتدل وكتزيد احتمالية وجودها عندما تكون المياه دافئة وتتغدى سمكة الرايا بشكل اساسي على الرخويات والقشريات والاسماك الصغيرة وهي تسبح باجنحتها في المياه مثل الطيور وفي بعض الاحيان تقفز الى الهواء باستخدام زعانفها واجنحتها وكيحتوي اللحم لسمك الرايا على الكثير من فيتامين الدي والفيتامين باء والفوسفور ومن منافعها ايضا انها تساعد في علاج الام المفاصل وتساعد في بناء الغضروف المتاكل في الركب والمفاصل ويستخدم ايضا جلدها في صناعة الاحذية والاحزيمة والمحافظ والسترات نظرا لما يتميز به من انسجة جلدية قوية ومتينة وكتصنف سمكة الرايا الى عدة اصناف والان عزائي المشاهدين سنتعرف على ثلاث انواع مشهورة هنا بالمغرب وهذا النوع اللي كتشاهده في الصورة هو اغلى انواع الرايا واكثرها جودة والانواع الاخرى تعتبر في فو ديالو وهذا النوع كما تشاهده يتميز انه عنده الوان مزكرة شفة الظهر ديالو والذي ديالو كيكورقيق وطويل وفيه اشوك صغيرة في الظيالو في الظهر والاقلبناء ستشاهد البطن ديالو كيكون ابيض ابيض الجوانب ديالو حمراء هذا هو اغلى انواع الرايا واكثرها جودة والثامة ديالو كيتراوح من 15 درام حتى 25 درام للكيلو جرام وسماكة الرايا اخواني المشاهدين المذاق ديالها رائع ويمكن لكم تطهاب عدة طرق وباش كيتميز انه ما فيهاش اشواك فقط غضاريف يعني بالنسبة الناس اللي عانب درالي الصغار غيأكلوا فيها وما عندهم مشكل يعني ما يخافوا علم لمشوق نمتش حاجة ان شاء الله وهذا النوع هذا من انواع الرايا كيتسمى تريسينتي وهو من انواع فرايا وكيتميز انه كيدرب الكهرباء يعني فيه طيار كهربائي كيدربهم لكيكون حي وهو الجودة دياله نقص على الرايا كيكون فيه الشحمة كثيرة في الشحمة ويمكن تشاهدوا حتى وكيكون ذيل دياله قصير وغليد ويمكن تشاهدوا في الصورة والثامن دياله اعزائي المشاهدين كيتراوح من 4 درام حتى 5 درام كل كيلو جرام وإلا لاحظوا اعزائي المشاهدين الرايا لكيطلقوا واحدة الريوك يعني واحدة سائل مخاطئ كيطلقوا جسم ديالها وهذا الشوول يجعلها صعيبة في الصلخ دياله ولا في التنقية دياله وهذا النوع هذا عزائي المشاهدين كيتسمى اغري كيطلوح ديال توفوا من انواع الرايا يعني زودة دياله نقص على الرايا كما كيتميزه عزائي المشاهدين يكون الظهر دياله وغليد يعني كيتشوفو سمي من البطن دياله ويكون الزيد الورقيق وطويل وهو الذي عنده شكا قاس حال ضربة دياله يكون عنده شكا في الزيد صعيب ضربة دياله كما تشاهدون في الصورة وثمان دياله تأوه كيتراوح من 4 درام حتى 5 درام للكيلوغرام وبعض الأحيان يكون بأحجام كبيرة بعض الأحيان يكون بأحجام كبيرة كما تشاهدون في الصورة كانت أعزائي المشاهدين هذه أنواع سمك الرائع هذه الأنواع سمك الرائع يعني كان الرائع وكان فراية والرائع الأصلية هي اللي فيها الفيتامينات وفيها الفوائد كثيرة وقالت بفراية كيكون نقصة شوية لها والذي معروف على سمك الرائع إخواني المشاهدين أنها كتلقوا واحدة الريوغ دياله وهو حساء المخاطي هو الذي يخليها لزيجة ويخليها لتسقبها الأعشاب وبقاء البحر وهو الذي يخليها صعيبة في تنقية ديالها الناس يريد أن نقع الرائع يجب أن تكون صعيبة ولكن فيديوهات في القناة فيديو عنك يريد أن نقع الرائع بأسهل طريقة لأنه الذي يشري الرائع من أحسن يتعلم أن نقعها لماذا يشريها بالجلد ديالها لم يشريها من نقية حيث لك أنت من نقية لا تعرف بشراية ولا فراية ولا تريسينتي وكالتة ديالة الجودة ديالها تمنى أن تكون نقية وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله